الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى البيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبتنا العزاء محاضرتنا اليوم عن الشعر في العصر الأموي فقد حافظ الأمويون على النزع العربية وكذلك جعلوا نشأة أبناءهم بالبادية تعلمون فيها الشعر والأدب واللغة وكانوا يعقدون المجالس الأدبية ويستدعون الرواة والعدباء والشعراء ويخزلون لهم العطايا والهدايا وفي عهدهم تمت الحضارة الإسلامية الكبرى كالكوفة والبصرة ومكة والمدينة كما وحيوا الخلفاء بن يومية النزاع القبلي فكان الخليفة يحتضن القبائل التي تناصره ويستبدأ القبائل التي تعاديه فعادت القبائل إلى سالف عهدها من خصومات وكان لهم أيضا أسواقا كما كان العرب الجاهلية ما حول الكوفة وخصوصا المربد وهو ضواحي من ضواحي البصرة أراد عرب البصرة أن يكون لهم كما كان من سوق عقاض في الجاهلية فجعلوه مكان يرتاده الشعراء والعلماء يقبلون إليه من جميع الأقطار للتفاخر والتهاجي وكان للمربد أثر كبير عند الأمويين قيمة الشعر في هذا العهد أولا القيمة الفنية ازدادت معاني الشعر عمقا أي تعمق في المعاني كما اتسع الخيال أيضا العاطفة نفحت فيها العزة والسيادة ولكنها كثير ما سخرت لخدمة المعارب أيضا روعة الإسلوب أما عن القيمة التاريخية للشعر في عهد الأموي ففي هذا العهد القيمة التاريخية حقيقية وهو يطلعنا على ما قام في البلاد العربية من أحزاب وشيع وشيع أيضا يعني فرق وأحزاب أما عن منزلة الشعر وأغراضه فقد كان الشعر في العصر الأموي وسيلة لذاعة المحامد والمآثر وتأييد الأحزاب السياسية والنعرات القبلية يتسلح به الشعراء لإعلاء شأن أحزابهم وقد كتب الخلفاء بالشعر كتابة كبيرة فقد أغدقوا على الشعراء عطايا كثيرة وشجعوا على المجالس الشعرية وكانت لكل قبيلة وكانت لكل قبيلة تفتخر بشاعرها الذي يعمل على أعلى شأنه كما أن ريح السياسة لم تدم طويلا فقد انصرف الناس إلى اللهو والغناء فصار الشعر في خدمة اللهو والغناء أما أغراض الشعر فنرى أن التوجيه الجديد لم يغير أغراض الشعر تغييرا جوهريا فظل الشعر يحتوي على الأغراض التقليدية من فخر وحماسة والمديح والرثاة والوصف والهجاء والوقاع والأيام وإلى جانب ذلك نرى أن بعض الأغراض ازدادت قوة فالغزل قد استقل وصار ينظم لذاته وازداد التصريح فيه والقصص الماجن والفاحش أما الهجاء ازداد إقضاعا وشيوعا فنشأ الغزل في هذا العهد غزل بدوي عفيف وغزل حضري إباحي أسباب ذلك النشوء هو الترف والفراغ والملاهي وولد الغزل الحضري وأم الحرمون والفقر في البادية ولد الغزل البدوي فمييزات الغزل هو أصبح الغزل ينظم لذاته وأصبح معنوي لغته أكثر قوة أكثر قربة من الناس وموسيقاه أكثر صفاء من موسيقى الشعر القديم أي الشعر ما قبل العصر الأموي وكان الشعر البدوي يمتاز بالسذاجة والصدق والرصانة وقد انتشر الشعر الغنائي أيضا انتشارا واسعا في جميع الأقطار العربية آنذاك لم تخلو العصور الأدبية من الغزل لكنه في عهد بني أمي قد ازدهر لعدة عوائم ونحن نعيني بالغزل من استقل بذاته ولم يأتي وسيلة للكلام من غيره من الأغراض الشعر المعهودة التي رأيناها في الجاهلية وهذا الغزل لا نجده إلا قليل في الشام والعراق وذلك لأن الشام أصبحت مقر الخلافة الأموية كما كان العراق مقر المعارضة فكانت البلدان ميدان السياسة لا مقر السكينة الغزل البدوي هو غزل العذريين الأنيق الذين يتغنون بالحب الفلاطاني العفيف ومن أشهر شعارائه هم جميل بثينة وليلة الأخلية ومجنون ليلة أما الغزل الحضري هو غزل إباحي يتغنى فيه الشاعر بالحب وملذاته الجسدية منصرف فيه إلى الوصف الواقعي لا يوجد فيه خجل ولا حياء ومن شعارائه عمر بن أبي ربيع من مميزات الغزل مقارنة بالغزل الجاهلي في عصر الجاهلية أولا الاستقلال حيث يفرق هذا الغزل على النسيب في العهد الجاهلي ونقصد بالنسيب الذي كان يوضع في بدء القصائد والذي كان يتحدث عن الأطلال وكان لا يتخذ غاية وإنما يتخذ وسيلة إلى غرض الشاعر في قصيدته فكان بمثابة مقدمة يسوقه الشاعر أمام غايته أما في هذا العصر فقد أصبح الغزل غاية يضعه الشاعر في قصيدته في قصيدة مستقلة قائمة بنفسها أي كان الغزل جزء من قصيدة في العصر الجاهلي أما في العصر الأموح فقد أمسى الغزل وأتزل فأصبحت قصيدة كاملة عن الغزل وكان هذا الشاعر في أكثر مقطوعاته وإدواره لأنه كان يوضع للغناء أثنين المعنوية لم يتبرى الغزل في هذا العصر من الوصف الخارجي المحسوس فقد زاد على الشعر الجاهلي التوقف عند الحب وما يتركه من أثر في القلب وما يبعث في النفس من عاطف كالحزن والأسر وبذلك كان الغزل معنويا أما عن الموسيقى واللغة فموسيقى الشعر الجديد أكثر صفاء من موسيقى الشعر الجاهلي ولغته أكثر قربة من الناس أكثر قربة من الناس عن لغة الشعر الجاهلي فهي تختار اللغة المألوفة التي يعرفها الشعب والقيان والعجميات اتساع موجة الغناء أصبح الشاعر الغناء في هذا العصر شعرا شعبيا عاما فمن الشعراء العذريون هم جميل بثينة تبدأ عاطف الجميل صادقة وناعمة وصدقه ظاهر في ثباته على حبه لبثينة مهما واجهته من صعوبات وحبه له ثابت حتى بعد مماته وهو الذي يبذل كل شيء من أجل محبوبته حيث يقول فلو أرسلت يوما بثينته تبتغي يميني وان عزت علي يميني أما على الليلة الأخيلية الليلة هي بنت عبد الله بن الرحال من بني الأخيل هي بارعة الجمال تروي الأحداث وتحفظ أنثاب العرب فأبويها أن يزوجها منه وزوجها من بني الأدلع أمور بن أبي رابعة للمرأة محل واسح في دوان عمر بن ربيعة فقد قصر نفسه على الغزل وأعرض عن فنون الشعر التقليدي حتى أنه قيل له وما يمنعك من مدحنا فقال أني لا أمدح الرجال إنما أمدح النساء مدح النساء كثيرا حتى قيل أنه لم يترك أمرأة جميلة إلا هو ذكرها ولم يقف عن ذلك وإنما تعرض للنساء الخوارج في الطواف أو غير ذلك من مشاعر الحج ومن أشهر ذلك ليلى بنت الحارث البكرية وكانت النساء يتغزلن به أكثر مما هو يتغزل بهن وهذا من إبداع عمر بن أبي ربيعة وما كان يهتم للفن الشعري بقدر ما يهتم لإدخال لغة النساء فيه وفي هذا وإلى هنا ننتهي في هذا الشرح الموجز عن شعر العصر الأموي تحياتي لكم المدرسة المساعدة طارق علي حسن قسم اللغة العربية وكلية الأداب الجامعة المستنصرية شكرا جزيلا